بسم الله الرحمن الرحيم المحاضرات السابقة تفصيلا لكن من باب التأكيد ولما للإملاء من أهمية بالغة في اللغة وكثيرا ما يخطئ الطلاب والمظفون في قواعد الإملاء ولذلك كان لزاما علينا أن نعرج على أهم القواعد التي نمارسها وأول ما يتبادر إلى أذهاننا الهمزة وربما يكون الكلام حول الهمزة هو الأكثر والهمزة في العربية تحتل مكانه وأولية أهم يبالغ عند العلماء والبحثين قديما وحديثا حمزة الوصل وهمزة القط أول ما نتحدث به فما هي حمزة الوصل؟ حمزة الوصل هي حمزة يتوصل بها إلى النطق بالحرف الساكن الذي يليها إذن يتوصل بمعنى أنها ليست أصلية وإنما لأن الحرف ساكن لا نستطيع أن ننطق الساكن مباشرة إلا إذا اعتمدنا على حركة قبله فجيء بهمزة الوصل ولذلك حتى اختلف أكثر العلماء اللغة هل نعتبرها ساكن أم حركة؟ لكن يعتبرونها البعض ساكنة مع أنها في حقيقة الأمر هي حركة كي ننطق الساكن أو الحرف الساكن الذي يليها هي تكتب ولا ينطق بها إلا إذا بدأنا بها الكلام فقط مثل اجتهد اجتهد محمد أو تأمره وتقول اجتهد لكن تسقط في درج الكلام تكتب همزة الوصل ألفا فقط دون همزة فوقها يعني يعني الوصل لاحظة الألف قبل الله بدون همزة يعني ليس فيها همز إذا دخلت همزة الاستفهام على كلمة مبدوئة بهمزة وصل مكسورة حذفت همزة الوصل نطقا وكتابة مثلا استغفر استغفار فيها همزة وصل لكن عندما أدخلنا همز أو همزة الاستفهام حذفت همزة الوصل فصار فصار اللف استغفرت الله إذن حذفناها ومثلها أسمه علي يعني وكانت تقدير أسمه وهروبا من تواري الأمثال ولما فيه حسر في النطق حذفت همزة الوصل وإذا دخلت على كلمة مبدوئة بهمزة وصل مفتوحة كتبت بألف عليها مدة يعني إذا جاءت همزة الاستفهام في همزة وصل نعذفها لكن إذا جاءت همزة الوصل على كلمة هذه الكلمة مبدوئة بهمزة الوصل وهمزة الوصل مفتوحة يعني ليست مكسورة مفتوحة كتبت بألف عليها مدة الله أذن لكم إذن هذه أو هذا الموجز حول همزة الوصل ما هي المواضع التي تكتب بها الكلمات أسماء أو أفعال بهمزة وصل لاحظ في الأسماء العشرة في الأسماء طبعا تكتب في الأسماء والأفعال والحروف الحروف أهل الأسماء مثلا الأسماء العشرة هذه اللي أمامنا اسمه ابنه ابنه أمره إلى آخر ومثنها هذه همزاتها جميعا همزة وصل مصطر الفعل الخماسي مثل اجتماع اجتماع اتحاد ومصطر الفعل السداسي هذا أردنا أن نقسمه على أساس أسماء أفعال وإلا سنختصره في ثلاثة أسطر ماضي الخماسي مثل اجتمع اتفقاء اتلفاء ماضي الخماسي وماضي السداسي هذا في الأفعال أمر الخماسي وأمر السداسي وأمر الثلاثي لاحظ إذن في الفعل الماضي الخماسي اجتمع اتفقاء اتلفاء كل هذه الهمزات همزة وصل وكذلك الفعل السداسي استقبل استشارة هذه سداسية فهمزتها همزة وصل وكذلك الأمر خماسي أو سداسي أو ثلاثي مثل اجتهد ابتدأ استوعب إلى آخر وفي الحروف همزة وصل لاحظ ممكن أن نختصر ما سبق أمر الفعل الثلاثي اضرب اكتب إذن الفعل الثلاثي أمر أمر وماضي ومصطر انتبه أمر وماضي ومصطر الفعل الخماسي والسداسي إذن الخماسي والسداسي الأمر والماضي والمصطر همزاتهم همزة وصل مثل انطلق انطلق أمر انطلاقا مصطر الخماسي السداسي استفهم استفهم استفهاما لاحظ نختصر كل ما شرحنا اذا امر الفعل الثلاثي اما الفعل الخماسي والسداسي يأتي منه الامر والماضي والمصدر كلها مزاته وفي الالفاظ محفوظة طبعا هذه اللي ذكرناها سابقا يعني ما عدا ذلك فالهمزة فيه همزة كط سواء جاءت فيه فعل او في اسم او في حرف اذا واما الحروف فهي همزة ال ال همزة ال فهي همزتها نعنى كتبنا هنا ال بالهمزة لاننا اردنا بها كتعريف او كاسم لكن عندما نكتبها مثل الفعل الثلاثي الخماسي هنا تسمى همزة وصل تكتب همزة وصل ولا تكتب عليها الهمزة فوق الالف همزة القط هي همزة تكتب وينطق بها في اي مكان جاءت في بداية الكلام في وسط الكلام في نهاية الكلام في اي مكان تحقق تبقى همزة القط على حالها ولا تخرجها عن اولويتها اذا دخلت عليها الحروف الاتية مثلا مثلا حتى لو دخلت عليها تقول الاخلاص او اللام القسم تقول لا اكرمنا او اللام الجره لا لأنك او لإحسانه لأنك لإحسانه لأؤمن يعني او لأؤمن مثلا او باء الجر بامر الله لاحظ همزة القط تكتب كما هي او اللام الداخل على المبتدأ يعني هذه باب التوضيح الاكثر وإلا ما يعني ما عدا هذه الاشياء التي تحدثنا فيها عن همزة الوصل تأتي بها الهمزة همزة القط طيب مواضع الهمزة القط تأتي في الاسماء في الافعال ماضي الثلاثي ماضي الرباعي لاحظ ماضي الثلاثي اخذ ازفة لكن الامر وصل ماضي الرباعي الرباعي بالنسبة لهمزة القط الماضي والامر والمستر الماضي والامر والمستر فتقول ابدأ اجراء احسن احسانا احسن يعني حتى منه الامر وكذلك الماضي والمستر همزة المضارعة مثل اكتبوا اسافروا اخرجوا اجه فهمزة وهمزة قط في الحروف كل الحروف همزتها همزة قط عدى اللي هو للتعريف وهذه بعض التمارين طبعا ممكن ان تستخرجوا منها همزة القط وهمزة الوص الهمزة المتوسطة القاعدة العامة حتى تتقن كتابة الهمزة المتوسطة عليك ان تعرف الحركات في اللغة وما يناسبها من الاحرف مرتبة عندنا قانون يسمى قانون الاقوى اقوى الحركات هي الكسر بالنسبة لما يتعلق بكتابة الهمز سواء كانت حركة الهمز او الحركة التي قبلها اذا انهي المهيمنة ركز فاقوى الحركات هي الكسر طبعا من حيث اللغة اقوى الحركات هي الضم يعني واثقلها لكن القاعدة الخاصة بالهمز اقوى الحركات هي الكسر الخاصة في الهمز قلنا والكسر بمعنى اننا نكتبها على نبرة اي على يا والضمة تل الكسر يعني اذا الهمزة مضمومة وقبلها مشه مكسور يعني سواء كان قبلها مفتوح او ساكن نكتبها على واب او كان او كانت الهمزة مفتوحة وقبلها ضمة او كانت الهمزة ساكنة وقبلها ضمة او كانت مضمومة وقبلها ضمة نكتبها على واب يعني لاحظ بالترتيب اذا الكسر اقوى يليها الضم يليها الفتح ويناسبها الالف يليها السكون هو اخر شيء اذا هذه قاعدة عامة يجب ان نفهمها اذا اردت ان تعرف كيف نكتب الهمز انظر الى اقوى الحركات حركة الهمز ضم فتح كسر اذا وجدت كسر في الهمز او قبلها فاكتبها على نبرة ثم المرحلة الثانية الضم والثالثة الفتح والرابعة السكون اذا نكتبها على الحركة المثل لاحظ سوء ايلا السين مضمومة والهمز مكسورة اذا على ما نكتبها نكتبها على نبرة لان نكسر اقوى يا ام الهمز مضمومة وجاء قبلها حرف مفتوح اذا نكتبها على واو يا ام لانه الضم اقوى من الفتح يعني هكذا مثلا لاحظ بالقاعدة العامة هذه كتابة الهمزة المتوسطة كما ذكرنا تكتب على حرف يناسب حركتها او حركة الحرف الذي يسبقها بناء على قوة الحركة يعني واقوى الحركة كما ذكرنا الكسر ثم الضم ثم الفتح وبعدها سكون هو ليس حركة لاحظ مثلا ما تنكتبها على نبرة اذا كانت هي اي الهمز مكسورة مهما كانت حركة الحرفة السابقة يعني الهمز مكسورة خلاص اكتبها على نبرة انتهى الكلام فائز ملائم بائس سئلة متشائم او مئون اذا بهذه الطريقة مهما كانت الحركة حركة الحرفة التي قبلها نكتبها على نبرة اذا هذه الطريقة الاولى على نبرة كمان اذا كان الحرفة السابق لها مكسور عكس مهما كانت حركة الهمز يعني هنا اذا كانت حركة اذا كانت هي مكسورة مهما كانت حركة ما قبلها الثاني إذا كان ما قبلها مكسور مهما كان حركة الهمزة سواء كانت الهمزة مضمومة أو كانت مكسورة أو كانت مفتوحة أو كانت ساكنة تكتب على نبرة لأن قبلها حرف مكسور لاحظ مثل ذئ رئة رئة مع أن الهمزة مفتوحة ذئ الهمزة ساكنة لكن قبلها مكسور مئة الميم مكسورة وهي مفتوحة بئس شئت وضرب لنفسك أمثلة على هذه القاعدة رقم ثلاثة إذا كان الحرف السابق لها ياء ساكنة مهما كانت حركة الحمزة إذن إضافة إلى الكسر الياء الساكنة بس تكون قبل الهمز مثلا جري لاحظ هنا جريئة البعض قد يقول أنه هنا القاعدة تنطبق على قاعدة الفتح وترسم بالألف لأن الهمز مفتوحة وقبلها حرف ساكن لأنهم يعدون الياء ساكنة حروف العلة لكن هذه القاعدة التي وضعت واتفق العلماء عليها أن تكتب على نبرة جريئة لأنه ياء ساكنة سواء كانت مدية أو ساكنة شبه مدية مشيئة هي ولذلك يجب أن نفرق بين ياء جريئة ومشيئة وياء هيئات هذه مدى أو سمى كسراء طويلة لكن هيئات يشبه مدى وسميت يعني شبه مدى لأنها يعني قريبة من الصوامت وقريبة من الصوائط وهي هنا تحسب حرف صامت لا حركة لكن القاعدة تقول إذا جاءت الهمزة وقبلها حرف ياء ساكنة سواء كان سكون إلا أو سكون حقيقي نكتب الهمزة على نبرة هيئات بيئة بيئة مضيئة مضيئة إلى آخر إذا لاحظ هذه قواعد الهمز عندما نكتبها على نبرة عندما نكتبها على واو إذا كانت هي مضمومة وما قبلها غير مكسور يعني الهمز تكون مضمومة وحركة الحرف ذي قبلها مش هو مكسور يعني يكون مفتوح يكون ساكن يكون مضموم نكتبها على أظن لكن إذا كان قبلها مكسور لا نكتبها على لأن الكسر أقوى إذا وجدت الكسر قبل أو بعد خلاص نكتبها على كسره لكن لا ما فيش كسر ما فيل الضم مهما كانت حركة الهمزة أو حركة اللي قبلها نكتبها على الضم لاحظ الرؤوف الرأم فتوحة والهمز مضموم لؤم الهمز ساكنة ولا وقبلها مضموم دؤوب مشؤوم مضمومة وقبلها ساكن مسؤول مضمومة وقبلها ساكن ما فيش كسر يعني انت فالكسر خلاص الرتبة الثانية للضم قبل الهمز أو بعدها إذا كان الحرف السابق لها مضموم مهما كانت حركة الهمز سواء كانت مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة أو مفتوحة لكن لو كانت مكسورة تكتب على نبرال علم الكسر أقوى إذا ننظر إلى قبل الهمز إلى حركة الهمز نفسها وحركة ما قبلها إذا وجدنا أي حركة وهي الأقوى هي المهيمنة الكسر موجودة إذن هي المهيمنة ثم الضم تكون المهيمنة الفتح طبعا إذا كانت مفتوحة وما قبلها مفتوح يعني بس لو كان قبلها مثلا ضم ولا كسر خلاص إذا كان قبلها ضم تكتب على واو إذا كان قبلها كسر تكتب على نبر حق حتى لو كانت مفتوحة لكن إذا كانت مفتوحة وقبلها مفتوح تكتب على ألف إذا كانت مفتوحة وما قبلها حرف ساكن تكتب على ألف لأن الفتح أقوى من السكون إذا كان الساكنة هي نفسها وقبلها مفتوح تكتب أيضا على ألف في الثلاث الحالات يعني لاحظ ثلاث الحالات فتح سكون تبادلت بين الفتح والسكون قبل وبعد ولا يوجد ضم ولا يوجد كسر ولذلك تكتب على الألف إذن الفتح هي أقوى لكن الحالة الأخيرة مثلا مفردة هنا تكتب على الألف وعلى الوا وعلى نبرة طيب متى تكتبها مفردة على الصدر إذا كانت مفتوحة وسبقتها ألف ساكنة قراءة هناءة عباءة أو عباءة بناء بناء سماء لاحظ يعني تأتي بعد ألف وهي مفتوحة نكتبها على نبرة طيب لو كانت هي مفتوحة إذا كانت مفتوحة أو مضمومة وسبقت هواو ساكنة تكتب مروءة لاحظ نبوءة ضوءة ضوء حتى لو كانت مضمومة لاحظ البعض يقول الهمز مضمومة إذا نكتبها على واو وهذه القاعدة تشذ عن كتابة الهمز في ما يتعلق بالضم هنا شواد بمعنى إذا جاءت الهمزة بعد واو مد أو واو ساكنة وهي مفتوحة أو مضمومة نكتبها على صدر لا نطبق عليها القاعدة مثلا لحظ ضوء سكون ضوءه والهمز مضمومة يعني قد يقول الضايل الضم أقوى نكتبها على واو هنا شواد وكذلك نبوءة يعني عندنا واو والهمز مفتوحة نكتبها على واو أو نكتبها على ألف لأن الواو اعتباره ساكن لا هنا شواد ونوءه وتوأم لاحظ الهمز مفتوحة والواو ساكنة نكتبها على نبرة إذا جاءت بعد واو ساكنة أو واو مشددة تكتب على نبرة وهكذا يمكن تطبيق القاعدة على الكلمات الآتية طبعا ممكن أن نلاحظ أنه في كتابة بعض الهمزات مثلا فيما يتعلق في مشؤوم مثلا أو مسؤول البعض يعني يكتبها طبعا هروبا من توالي الأمثال الهمز هنا يحذف الواو ويكتب الهمز على نبرة ثم يأتي بالواو مشؤون ومثله شؤون وعندما نكتب يعني مثلا الرؤوف يكتبها همز على صدر ويأتي بالواو هروبا من توالي الأمثال والقاعدة الأساسية هذه لكن بعضهم يهرب من هذا القاعدة يقول هروبا من توالي الأمثال اللي هو واو بعد واو طيب لاحظ هذا القاعدة ممكن أن تطبك همزة مفتوحة وما قبلها حرف مضموم نقارن يعني اعمل لنفسك جدول بهذه الصيغة وحركة الهمز هذه مثلا تكون حركة الهمز قسرة أو تكون حركتها ضمة أو تكون حركتها فتحة أو تكون حركتها السكون هذا بالنسبة للهمز أينما جاءت طيب الحرف حركة ما قبل الهمزة يعني إذا جاء قبل الهمزة إذا كان ما قبل الهمزة مكسور كسرة نكتبها على نبرة وهي مكسورة طيب هي مضمومة بس جاء قبلها مكسور نكتبها على كسرة مفتوحة جاء قبلها مكسور نكتبها على نبرة أما السكون خلاص يعني ما عروف أنها تكتب على نبرة لأنه السكون ليس العالمين هو الأضعف إذا وجدت فتعة مع السكون تكتب على فتعة ضمة مع السكون تكتب مع ضمة كسرة مع السكون تكتب مع كسرة ضمة إذا كانت الهمزة مكسورة وما قبلها مضموم نكتبها على كسرة حتى لو كان الحرف قبلها مضموم لأن حركة الكسر أقوى طيب كانت مضمومة وقبلها حرف مضموم قبلها ضمة نكتبها على واو الحمزة مفتوحة وقبلها ضمة نكتبها على واو ساكنة نكتبها على واو الفتحة الهمز مكسورة وقبلها مفتوح نكتبها على كسرة الان ابرأ اقصد الهمز مضمومة وقبلها حرف مفتوح نكتبها على ضمه الهمز مفتوحة وقبلها حرف مفتوح نكتبها ايضا اقصد الهمز هنا مفتوحة لاحظ اين نحن الان الهمز عندما تكون الهمز مفتوحة الهمز هنا الهمز مكسورة وقبلها حرف مفتوح أفول الهمز مكسورة وقبلها حرف مفتوح نكتبها على نبرة طيب رقب ثلاثة الهمز مضمومة وقبلها حرف مفتوح نكتبها على ضمو لكن الهمز مفتوحة وقبلها حرف مفتوح نكتبها على الألف وهنا أيضا نكتبها على الألف السكون طبعا يكتب السكون يعني يلغى ويكتب الحركة اللي قبله أو بعده يعني قبلها او بعده يكتب على نبرة قبل ضم تكتب على واو قبل فتح يكتب على ألف طيب احنا قلنا في طبعا هذه بعضهم من مثل مؤون ومسؤول كلمات اجازل بعض كتابتها بالوجهين وان كنا نرجح ان تكتب على هذه القاعدة التي اخذناها. هنا بعض التمارين تعرف على الهمزة المتوسطة وسبب كتابتها مثل لحوائج الناس حوائج الناس. اولئك الامنون. احذر اللئيم. لاحظا اللئيم الهمزة مكسورة. اصطقائك. الهقد يبعد عنك اصطقائك لانها منصوبة. مش اصطقائك لانه مفعل به. لكن لو جاء مرفوع سنقول اصطقائك ونكتبها على واو لكن لانها منصوبة هنا اذا جاءت حس موقع العربي. اذا كانت مرفوعة سنقول اصطقائك. ونكتب الهمزة على واو. لكن اذا كانت يعني مفتوحة نقول اصطقائك طيب لو كانت مجرورة نقول باصطقائك ونكتبها على نبرة. كما يؤ الهمزة. وكتبت على الواو المفتوحة لانك بلا حرف ضم. اعداء يؤلب عليك اعداءك. مفتوحة بعد عرف ساكنة. طيب هناك شواذ للهمزة. قلنا لاحظ. هناك حالات للهمزة المتوسطة تشد عن القاعدة العامة. وهي الهمزة المفتوحة بعد الف ساكنة. تكتم منفردة مثل قراءة عباءة او عباءة واجزاء او. هذه حالات. طيب الهمزة المفتوحة او المضمومة طبعا لماذا قلنا تشد؟ لانه لو قلنا قراءة كان الهمز مفتوحة بعد سكون. اذا نكتبها قراءة على الف. لكن هنا شواذ لانه لا يصبح ان تكتب الف بعد الف هروبا من توالي الامثال. طيب همزة مفتوحة او مضمومة بعدها او ساكنة كما ذكرنا. تكتم منفردة مثل تو ام. الواو ساكن وهنا همز مفتوحة. القاعدة العامة نكتب الهمز على الف. لكن لا هنا قلنا الشواذ. وكذلك ضو او. المفترض ان نكتب الهمز بالضم. هو قواو. او نرسمها على واو. لكن هنا الشواذ. وكذلك هدوء او. لاحظ المفترض ان تكتب على واو. لانها مضمومة ما قبلها ساكن. لكن اذا جاءت قلنا الهمزة تكون مفتوحة او مضمومة. بعد واو ساكنة. يعني وانحنو قصدنا بالسكن سواء كانت الواو والمادية او شبه المدية. نكتبها على صد. وكذلك بعد واو مشددة. مضمومة مثل تابو واك. تابو يعني هي مفتوحة. او مضمومة نقول تابو ووكا. او تابو ووكا. يعني سواء جاءت مفتوحة او مضمومة. لاحظ تكتب على صدر. وهنا الشواذ مع انه كان الاصر ان نقول يعني تابو اكا تابو اكا يعني سنكتبها مفتوحة وقبلها مضموم. نكتبها على ضم. تبو اوكا ايضا كذلك. ضم ضم بعد ضم. لكن هنا قلنا شواذ وممكن ان تركزوا. اذا الشواذ بعد الهمزة مفتوحة او مضمومة بعد الوا والساكنة مادية او شبه مد او الوا والمشددة المضمومة فقط. الوا والمشددة المضمومة. طيب الهمزة المتحركة بالضم او الكسر او الفتح بعد يأساكنة تكتب على نبرة يعني النبرة معناها يعني كرسي يعني. مثل هيئة معنا الاصل هيئة. اليأساكنة والهمزة مفتوحة مفترض نكتبها على الف هيئة. لكن قلنا شواذ بيئة. يعني سكون وهي مفتوحة. رديئة مشيئة دنيئة وهكذا. اذا هذه شواذ. يرى بعض العلماء طبعا انه يشد عن بعض الكلمات مثل يأس وتيأس ونيأس. طبعا البعض يكتب يأس مثل هذا الشكل. يعني بدون ما يرسم الهمزة على الالف. لكن البعض اجتهد وقال نرسمها على الالف. خلافا للقاعدة طبعا. لألا تلتبس مع كلمات يوي اس وتوي اس وني اس. يعني الآن لا يحدث خلط بين الكلام. وإن كان بعضهم يكتبها على منوال القاعدة. طيب انتباه. إذا دخلت الفاء أو الواو على صيقة افتعل. مهموزة الفاء مثل ائتزر ائتمن. وأمن اللبس أي لم تشتبه بكلمة أخرى. طبعا صيقة افتعل هذه صيقة معروفة بالصرف. يعني عندما يكون الفاء العلاو مثلا فعلاء. أنت تدخل عليه تألف تأل تسمى. طبعا. يعني. مثلا نصر تقول انتصر. طيب نأتي إلى المثال. مثلا فأتزر وتامن. لاحظ. أين همزة الوصل؟ حظفناها. لأنه أمونا اللبس. يعني ما فيش خلاف. يعني ممكن تفهم. نفهم المعنى مباشرة تقول. فأتزر وتامن. لكن إذا حدث خلط أو يعني سيضطرب علينا المعنى نثبتها. أما إذا لم يؤمن اللبس يعني اللبس الاختلاط والشك بأن اشتبهت بكلمة أخرى فتبقى الهمزة على النبرة خلافا للقاعدة. فتقول مثلا فأتم. لاحظ. يعني ما كسبناش. الهمزة على الألف هنا كتبناها فأتزر وتمن. وتمن. فأتزر هنا خلافا يعني كتبناها بهذه الطريقة. حسب القاعدة. إذا أمنا اللبس. طيب لكن إذا لم يؤمن اللبس. مخالف القاعدة نكتبها على نبرة. تقول فأتم وتم. لاحظ لماذا كتبناها هنا على نبرة. قالوا لاجتباهها بكلمة فأتم. يعني من الإتمام. هنا فأتم إمام وهنا فأتم من الإتمام والتمام. ولذلك هنا قالوا حدث لبس. إذن نكتبها خلافا للقاعدة. طيب تقلب الهمزة ألف إلى ألف فوقها مد. بهذا الشكل. في الأسماء التي جمعت جمع تكسير أو جمع مؤنة سالما دون زيادة ألف ثانية مثال. مثلا مأثرة أو ضيبة أو مأثرة. عندما نريد أن نجمعها جمع تكسير تقول مآثر. يعني تأتي بهمزة ثم مد. وكذلك مكافأة تقول مكافآة الهمز ثم بعدها مد. لكن نكتبها بهذا الشكل. يعني ألف فوقها علامة المد. وكذلك أيضا تقلب إلى ألف فوقها مد في الكلمات التي يلحق. أو الهمز ألف مد مثل قرآن. وعن بعض البعض يكتب قرآن. يعني همز ثم يأتي بألف بعد قرآن. وضمآن. يعني لأن فيه اتصال. ولا يكتب إلا بهذا الشكل. ضمآن. لا يصح أن تفرد الهمز. لكن في قرآن ربما البعض يجيز أن يفصل. مرآة. لاحظ همز ثم ألف جمعت. جمعت وصارت تدل عليها هذه المادة. هنا تمرين طبعا يبين أو تبين أنت سبب كتابة الهمز على هذه الصورة. مثلا المروءة. ماذا كتبت على صدر؟ تيأس. لماذا خالفنا القاعدة في هذه قمة؟ خلافا للقاعدة لعدم الالتباس قمة. عباءة الهمز. مشيئة. ضوءه. لماذا كتبناها على صدر؟ والبقية. كل هذه تذكرها وتذكرها سب. الهمز المتطرفة. تكتب الهمز المتطرفة التي في آخر الكلمة على الحرف الذي يناسب حركته. يعني الهمز عندما تأتي في آخر شيء. نكتبها على حركة الحرف الذي قبلها. قبل هذا ألف نكتبها على فتح. نكتبها على ألف دبل هذا. نكتبها على و. طيب فإذا سبق الهمزتك حرف مكسور كتبت الهمز على اليا دون نقض مثل لاحظ الدال الهمز يعني سبقها حرف مكسور حتى لو كانت مضمومة يعني نكتبها على حركة الحرف الذي قبلها ونحن نعرف الكسر على نبرة والضم على الواو والفتح على الألف لاحظ بادئ شاطئ هادئ بارئ إذن قبلها حرف مكسور نكتبها على يا بدون نقض طيب وإذا سبق الهمزة حرف مضموم كتبت على الواو تكافؤ تباطؤ يجرؤ لاحظ الرا مضمومة لو لو إذن الحركة اللي قبلها مضمومة تكتب على الواو وإذا سبق الهمزة حرف مفتوح كتبت على الواو مثل بدأ نشأ قرأ خطأ منشأ يعني ممكن نقول منشأ لاحظ خطأ نضمه مثلا وهذا خطأ يعني بالضم تكتب على حركة الحرف الذي قبلها طيب إذا سبق الهمزة حرف ساكن كتبت الهمزة على السطر منفردة مثل مل سواء كان سكون مد أو سكون حرف صحيح مل بط شيء عب بد أو جاءت أو جاءت بعد مثلا السواكن اللي هي المد سماء بناء لجوء لأنه العلماء يجعلون حرف المد ساكنة مع أنها في الأصل هي حركات طويلة وبطيء ومليء إذن هذه تكتب على صدر وهناك ملاحظة إذا جاءت طبعا يا في آخر الكلام أو يا آي مثلا مثل شيء لأنه هنا يعني الياء ليست مدية وإنما هو حرف ساكن اليد الياء هنا وصحيح لكن البعض يخلط بينه وبين حروف المد ويسمونه إما سواكن جميعها أو يسميه شبه بالمد لذلك لكن هنا هنا حرف صحيح الياء شيء وبارئ سيأتي الكلام عليه كيف نكتبها في هذه القاعدة من ضمن الشواد مثلا مثل الهمزة المتطرفة المسبقة بوى مشددة مضمومة تختم من فريدة مثل التبوء هذه الشواد الهمزة المتطرفة التي أصلها همزة متوسطة وحذف الحرف الأخير بسبب النحو تبقى على حالها مثل ينأ لم ينأ إنأ همزة متوسطة وحذف الحرف الأخير بسبب نحوي يعني هي أصلا ينأ لاحظ يعني هي ليست متطرفة لكن عندما نأتي بأداة جزم ثم نجزم هذا الفعل نحذف حرف العلة فيصير لم ينأ تبقى الهمزة كما هي على الألف مفتوحة تدل على الحرف الذي يحذف طيب مثل الياء كنا سيء وهيء هنا تكتب ليس تكتب على صوت تكتب على يعني تكتب بياء يعني البعض يكتب سيء يعني يأتي بياء واحدة وثم الهمز وهيء يعني يأتي بياء واحدة ثم الهمز لكن هنا تكتب بياء أين تكتب بياء وليس بياء واحدة لأن الهمزة مسبوقة بياء مكسورة مسبوقة بياء مكسورة وحسب القاعدة تكتب على وتبقى الياء اللي فيصلا يعني لا تكتب هنا على صدر يعني كما ذكرنا هنا تخالف القاعدة ضيب هذا جدول يبين ما تحدثنا عنه سابقا كتابة الهمزة على في آخر الكلمة تكتب على حرف حركة الحرف الذي يناسب الهمزة مثلا تكتب على ياء وتكتب على و وتكتب على علف وتكتب على صدر متى تكتب على الياء إذا كان الحرف السابق لها مكسورة مثل دافئ مكافئ مبدئ ملاجئ مساوئ تكتب على و إذا كان قبلها مضموم لؤلؤ جؤ جؤ إلى آخر تكتب على علف إذا كان قبلها مفتوح تكتب على صدر إذا كان الحرف السابق لها ساكن أو حرف مد يعني وحرف المد يعتبر ساكن مثل البيت وإنشاء ومليء إلى آخر طيب هنا تمارين ممكن تتعرف على مثلا يبو لماذا كتمنا الهمز هكذا على هذه الصورة يبو ونحن قلنا إذا جاءت الهمز بعد الواو سواء كانت مفتوحة أو مضمومة تكتب على صدر الدني هنا سكون بردي العب سكتب على صدر لسكون الباء ينو على صدر المر لمر ساكنة الكف بشيء حتى في شعاء ضوء أو ظلام في أو ظلام ضوء أو ظلام في لاحظ سكون وبقية الأمثلات تحاول أن تبين السبب الهمزة المتطرفة بالفتح واتصالها بألف الاثنين يعني مثلا إذا كانت آخرها هي على ألف طيب وجاء بعد ألف الاثنين كيف نكتبها أو كيف نرسمها مثلا تنوم بالفتح فوقها دون ألف أخرى مثلا خطأ نقول خطأ منشأن نبأن ملجأن سبأن الهمزة المكتوبة أكثر من البعض عندما ألاحظ يكتب مثلا سبأن أو منشأن ويكتب الهمز بعد الألف أو نبأن الكثير يخطأ الهمزة المكتوبة على واو أو على يا لاحظ هنا على ألف تنون فوق الألف لا الهمزة المكتوبة على واو أو على يا تنوم بالفتح في حالة النصب بإضافة ألف وفتحتين مثل تكافؤ تقول تكافؤ أن يعني ننون الهمز ثم نأتي بألف بعدها تكافؤ أن لاحظ لكن اليا نقول بادي نقول بادي أن نرسمها على نبرة وننونها طبعا مع الألف نبرة مع الألف الهمزة المتطرفة المنفردة بعد ألف ساكنة يعني الهمزة المتطرفة هنا نحن قلنا الهمزة المكتوبة على ألف وأيضا المكتوبة على واو أو على يا يعني كيف ننونها طبعا الهمزة المتطرفة المنفردة بعد ألف ساكنة لاحظ المسبقة بألف تنون بالفتح فقط لا نكتبها بعدها ألف تنون فقط بالفتح بوضع فتحتين فوق الهمزة دون تكرار ألف تنوين الفتح أبدا مثل سماء لا تقول يعني رأيت مثلا سماءا وتنونت الهمز ثم تأتي بألف بعدها كما يفعل الكثير تقول سماءا هكذا بتنوين فوق الهمز بدون أن تكتب ألف لقاءا جزاءا وهكذا لكن لو لم يكن أو لو لم تكن بعد ألف لاحظ تثنى بإضافة ألف ونون في حالة الرن كيف نثنى هنا قبل أن ننتقل إلى جزء الآخر التثنى طبعا بزيادة ألف ونون في حالة الرن واي أو نن في حالة النصف الجر فتقول بناء بناء آن وجلاء جلاء آن أو وفي حالة النصف الجر معروفة عن إعراب المثنى طيب الهمزة المتطرفة بعدها وساكنة هذه بعد الألف تنون بالفتح بإضافة ألف وفتحة مثل جو تقول لجوء أن ونأتي بألف نشوء تقول نشوء أن لماذا جئنا بالعلف لأنه ما فيش توالي أمثال وتثنى أيضا بإضافة ألف ونون في حالة الرن مثل ضو تقول ضوآن ونو تقول نوآن الهمزة المتطرفة بعد حرف صحيح ساكن تنون بالفتح وتثنى في حالتين المتطرفة بعد حرف صحيح ساكن يعني ليست بعد الوا وليست بعد الألف حرف صحيح ساكن لاحظ مثل جزء هذا هنا صحيح طيب عندما تنصب ويكون محلها النصب لتقول حفظت عشرين جزءا كيف تكتب جزءا نكتب تنوين فوق الهمز أم تنوين فوق الهمز وبعدها ألف أم ألف وفوقها همز وتنوين كما يأتيكم الخيارات في الامتعان غالبا لكن هذه القاعدة تقول إذا جاءت الهمز بعد حرف صحيح نكتب ننون الهمز ونكتب بعدها ألف تقول جزءا لاحظ بهذا الشكل وعند التثنية جزء نقول جزء تكتبها ثم تأتي بالألف والنون فقط الدال على المثنى في حالة الرف بدء تقول بدءا وبدءا تأتي بالألف والنون في حالة الرف طيب أما إذا كان الحرف الذي قبل الهمزة هذا لأنه لم يتصل بما بعد مثلا الزاء ليس من الحروف التي تتصل بما بعدها ومثلها الوا ومثلا ومثلها الراء ومثلها الدال هناك حروف لا تتصل بما بعدها لكن إذا كان الحرف الذي قبل الهمزة يتصل بما بعده في حالة النصب كتبة الهمزة على نبرة مثلا بطء عندما نريد أن ننصب أو نظهر علامة تنوين النصب في هذا الاسم بطء نقول بط أن على نبرة ثم نأتي بالألف لاحظ لماذا رسمنا هنا الهمزة على نبرة لأنه الطاء مما يتصل مع ما بعده لكن الزاء والداء لا يتصلان إذن إذا اتصل نرسمها على نبرة منونة وعند التثنية لا نأتي بالألف والنون منفصلان عن الهمز وعند التثنية إذا كان مما يتصل نقول بط آن ونأتي بعلامة المد ندمج الهمز مع الألف ونأتي بعلامة المد مل تقول مل أن ومل آن أو مل آن أو مل آن عفوا لاحظ لأنه مما يتصل لكن لو كان مما ينفصل تكتبه بالهمز هنا تمارين يجب أن تتعرف عليه طيب نأتي إلى الألف اللينة هي الألف المفتوح ما قبلها تكتب بشكلين ألف ممدودة ألف عصاء خطأ أو مكسورة بهذا الشكل يعني الألف المفتوح ما قبلها صنع الألف اللينة المقصورة المقصورة إما أن نرسمها بألف وإما أن نرسمها بها طيب متى نكتبها بألف ومتى نكتبها بها هناك عندي غواعد ترسم الألف الألف اللينة في الأسماء لاحظ الأسماء العجمية تكتب ألف ممدودة مثال يافا، حيفا، حيفا، فرنسا، روسيا، أسبانيا، أمريكا، أوروبا، أفريقيا إلى آخر وفي أربع أسماء فقط اللي هي موسى وعيسى وكسرى وبخارى وربما متى يعني إذا كان اسم إذا قصد به اسم إذن هنا تكتب بهذه الأسماء خلافا للقاعدة ألف مقصورة بشكل الياء وإلا الأسماء العجمية تكتب كلها بألف قصر بهذا الشكل إذن الأسماء العجمية الأسماء المبنية جميعها تكتب كلها بألف ممدودة مثل مهما، حيثما، مععدة مهما، حيثما كل الأسماء يعني اللي هو الضمائر، الإشارة، الظروف يعني تكتب أو ترسم ألفها ضويلة ممدودة أقصد هناك قاعدة تشد ما عدا من الأسماء المبنية التي نرسمها على شكل ياء، اليؤنى، ومتى، وأولى اسم إشارة طبعا والأولى اسم وصول بمعنى الذي لاحظها هذه الأسماء المبنية فقط هي التي نرسمها على شكل ياء وإلا الأسماء المبنية جميعها والأسماء العجمية جميعها إذن أنت ممكن تحفظ تقول الأسماء العجمية جميعها الأسماء المبنية جميعها نرسم الألف نرسمها بألف ممدودة عندي يستثنى من الأسماء هذه الأسماء فقط اللي ممكن نرسمها يعني على شكل الياء من العجمية ومن الأسماء المبنية هذه تحفظها حفلنا ومتاوى أولى والأولى هذه اللي ممكن نرسمها بشكل الياء إذن عندي الأسماء على جميع الأسماء المبنية بألف ممدودة وفي استثناءات الأسماء العربية المعربة تكتب ألفا ممدودة وتكتب ألف مكسورة متى تكتب بالأسماء العربية المعربة على الفين الممددة إذا كان الاسم ثلاثي وكانت الألف منقلبة عن واو لأن الألف الممدد غالبا هي منقلبة يعني إما عن واو إما عن يا فإذا كانت أصلها واو نكتبها بألف وإذا كان أصلها يا نكتبها ألف مكسورة بالثلاثي لاحظ إحنا الآن في الثلاثي نكتبها على يا إذا كانت مكسورة هنا مثل العجاء والذرى والربى والرضى والقفى هنا لماذا نكتبها ألف؟ لأن أصل هذه الأسماء أصل الألف فيها الذرة من الذر والربى من يربو والرضى من الرضوان والقفى من يقفو إذن أصلها والألف المقصورة مثل أذى يؤذي لاحظ فتاة فتية غراء غرية أو يقري يعني يقري الضيف المناء الهدى القلاء السراء يعني المسير أو الهجران أو الهدي إلى آخر الهدى اللي هو عكس الضلال كل هذه تكتب ألف مقصورة لأن أصلها ياء إذن في الثلاثي طيب لو كان غير الثلاثي وكذلك أيضا في الأسماء الأكثر من ثلاثة وليس قبل الألف ياء تكتب ألف مقصورة لاحظ إذن مقصورة إذا كان أصلها ياء أو في الأسماء إذا جاءت أكثر من ثلاثة وليس قبلها قبل الألف ياء بشراء بلوى سلوى جدوى تقوى كلها يعني هي أكثر من ثلاثة أحرف وليس قبل الألف وليس قبل الألف ياء لاحظ لأنه لو قبل الألف ياء يعني لها قاعدة خاصة فإن كان قبل الألف ياء كتبت ألف ممدودة مثل دنيا ريّة محيّة خطايا لاحظ هروبا من توالي الأمثال يعني ريّة محيّة خطايا يعني خالفنا القاعدة إذن إذا كانت أكثر من ثلاثة الأصل أنها تكتب على ألف مقصورة يعني بشكل ياء لكن إذا جاءت بعدها وهي أكثر من ثلاثة أحرف فنرسمها على ألف طيب عدا أسماء الأعلى فإنها تكتب ألفا مقصورة يعني هنا خالفنا القاعدة في في هذه الأسماء دنيا ريّة محيّة خطايا خالفنا فيها لأنها جاءت بعد ورزايا ومطايا لأنها جاءت بعدها لكن أسماء الأعلى مثل يحيّة ثريّة ريّة إذا كانت علم اسم العلم تكتب على ياء لأنها علم طبعا سيأتي إذا كانت هذه أفعال كيف نخالف طبعا إذن هذه في الأسماء طيب في الأفعال الألف المكصورة في الأفعال ربما هي قريبة من الأسماء بالذات الثلاثي معلّك بالثلاثي والأصل المنقلب عنه فتكتب ألف ممدودة إذا كانت منقلبة عنه البدا لا تلا دنا سما دعا طيب أصل هذه الألف واو مثلا بدأ يبدو تلا يتلو دنا يدنو سما سمو دعا يدعو لاحظ أصلها واو إذن إذا كان أصل الألف واو نكتبها ألف ممدودة وإذا كان أصلها يا نكتبها ألف مكصورة إذا كانت منقلبة عنه مثل أتى يأتي أبدأ يبدي أجلا يجري إلى أمضى يمضي أصفى يصفي أو إذن هذه أصلها يا نكتبها باليا طيب هناك باللغة في اللغة العربية أفعال أصل ألفها واو ويا في الوقت نفسه لذلك يصح كتابتها بالعالة يعني ألف ممدودة وألف مكصورة يعني ما تقولش لماذا كتبت بالألف ولماذا كتبت يعني يجوز مثل نمى يجوز أن تكتبها نمى ونمى وحنى وحنى بهذا الشكل بألف ممدودة وألف مكصورة عزى وعزى ورفى لأن أصلها ورد في معاجم اللغة وجاءت يعني من ذوات الوا ومن ذوات اليا طيب لمعرفة أصل الألف والوا هنا قد يتبادل إلى ذهان كيف أعرف أصل الألف وكيف أعرف أصل الوا معرفة يعني إذا أردت أن تعرف الحرف هذا الألف هو أصل هو أو لا ترده للمضارع لاحظ هذه الأشياء شوف هذه الأشياء هذه الأشياء يجب أن تحفظها لأن البعض يقول ما يدراني أصل الألف هذا هو أو لا كيف أعرف لاحظ رجع إلى مضارع مثلا معرفة المضارع مثل دناء تقول لي يدنو سماء يسمو المصطر نأى نأيا سماء سمو إذن المضارع المصطر تثني ثنى الاس مثلا فتاة تقول فتيان زيادة المتحركة لفعل مثل عفا تقول عفوت جمع الاسم جمع أنا تسأل مثال خطأ تقول خطاء خطاء خطوات خطأ أقصد خطاء خطوات إرجاع الجمع إلى المفرد مثلا ذراء تقول دروة اشتقق صفة مؤنثة للإس صفة مؤنثة للإس مثال العشاء تقول عشواء وهنا تمارين يجب أن طيب الهاء المربوضة والتاء المربوضة أعتقد أن هذه من الأشياء البسيطة التي تلحق بعض الأسماء وهناك ما يعني هاء التأنيثة التي تلحق بعض الأسماء فتؤنثها وتلحق بعض جمع التكسير وتلحق بعض الأسماء المبالغة في نابغة وعلامة يعني لكن مواضع همزتها طبعا هي بسيطة وليست معقدة مثل الهامز فتاء التأنيث تلحق الفعل الماضي إذا كان فعل مؤنثا مثل كتبت سمعت هذه المفتوحة وتلحق طبعا أربع أحرف يعني كما هو موجود أمامكم بصورة ثمت وربت ولا علات إلى آخر وتتميز طبعا هاء التأنيث بأنها يوقف عليها بالتاء وتكتب مفتوحة يعني إذا أردت أن تفرق بين التاء مفتوحة عندما تقف عليها تنطقها هاء إذا نكتبها مربوطة وعندما تقف عليها وهي تنطق تاء تكتب مبسوطة هذه القاعدة المختصرة لكتابة تاء التأنيث يعني أثناء يعني مثلا عندما نقول قالت مثلا إذا ما نقول قالت كتبت هل ممكن عندما تقف تقول كتبه إذا نكتبها على تاء مفتوحة صفات هل ممكن نقول صفاه زهرات نقول زهره تقول زهرات صفات مؤمنات قانتات بالتاء لا تستطيع أن تغير التاء لها عند الوقت ولذلك تكتب بهذا الشكل لكن لو قلنا دعات دعاء قضات قضاة تكتب تاء مربوطة يعني بهذا الشكل تقول دعاء قضاة قزاة لاحظها قضاة قضاة اليمن عندما نصل ننطق التاء لكن عندما نقف عليها وهي ساكنة تقول قضاة قزاة رعاه ولاه دعاه أباه لكن عندما نصلها ننطقها تاء وعندما نقف عليها تنطقها ها إذن هذه التاء المربوطة يعني القاعدة المختصرة عند الوقف تنطقها تكتب مربوطة وعند ما تكتبها تاء يعني عند الوقف ننطقها تاء تكتب مبسوطة طيب وهذه بعض الأمثال الحروف التي تحذف من الكلام يعني حذف الألف من كلمة ابن وبن تحذف مثلا ابن وبن حسب ما يعني لاحظ أن تكون مفردة وهذه مهمة أكثر الضلاب يخطئ بهذه بهذا الرسم مثلا ابن وبن مثلا عندما تقول خالد بن الوليد يأتي بهمزة ابن طيب متى نأتي بالهمزة ومتى نحذفها إذن أن تكون مفردة يعني مش كم لاحظ خالد ابن مش أبناء أو بني بني ما في شيء لكن أبناء أتي بالهمزة فإذا ثنيت أو جمعت لا تحذف ألفها مثل الحمزة والعباس ابناء عبد المطلب خلاص ثنيناها عائشة وأسماء ابنتاء الصديق علي وعمر وأسامة أبناء المصطفى هنا لا نعذف إذن أن تكون مفردة مثل محمد وتأتي بعد علم بعد علم أن تقع بين اسمين علمين لا يفصل بينهما فاصل مثلا محمد بن عبد الله عمر بن الخطاب الحسن بن علي لاحظ يعني تأتي بالإمن ثم تأتي بعدهم باشرة بأبيه فتقول محمد بن وهذه هي الطريقة على فكرة هي الطريقة العربية يعني الأسماء الآن التي ننطقها عندما تقول محمد علي قاسم هذه جاءت موفدة من الخارج أما نعتى الأسماء العربية يجب أن توصف بابن وابنه فتقول محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب إلى آخر يعني فعندما تقول محمد ابن عبد المطلب لا نأتي بالهمز تقول محمد نيبن لكن لكن إذا لم تأتي بين علمين يجوز لك أن تكتبها فإن لم تقع بين علمين أو فوصل بينهما ضمير أو غيره فلا تحذف مثال المجاهد ابن المجاهد هنا نكتب الألف يعني لأنهم ليس علمين طارق تقول طارق هو ابن زياد مع أنه لو قلت لكن لو قلت طارق ابن زياد نعذفها لأنه فصلنا بالضمير ويشمل العلم الكناية واللقب طبعا العلم الكناية واللقب والمشهور به الفرد مثل فلان وابن فلان حضر أبو الفضل ابن أبي العزي قابلت الهادي ابن زين العابدين ابن علي إلى آخر يعني أهم حاجة أنك تأتي باللقب أو الكنية لكن تأتي بالابن وبعدها مباشرة أبي أن تكون كلمة ابن وابن نعتا للعلم وهنا يجب أن نركز ما معنى نعتا يعني الصفة لا أي ليست خبر مثلا فإذا كانت خبرا فلا تحذف الألف مثلا عندما تقول ابن من يوسف مثلا ابن من يوسف أنت تجيب تقول يوسف فهنا يوسف مبتدأ خلاص ابن يعقوب فابنه صار خبر المبتدأ وابنه مضاف ويعقوب مضاف إليه أتينا بالهمز لأنه صار متمم للخبر وأنه منفصل يوسف ابن يعقوب إذن إذا جاءت خبر نكتب أما إذا جاء الصفة فنحذف أو نحذف الهمز طيب ابنة من سكينه تقول سكينة ابنة الحسين فنأتي بالهمز لأنه صار سكينة مبتدأ وابنة هي الخبر طيب إذن أن تكون صفة وأن تكون مفردة شرطها ألا تقع كلمة ابن وابنها في أول الصدر يعني مثلا تقول محمد ابن عبد الله يعني وبعدين تجي في أول الصدر تقول ابن عبد المطالب يعني ما تجي في أول الصدر هنا كما اجتهد البعض إذا دخلت عليهم همزة الاستفام مثل أبن الأستاذ هذا يعني أبن أبنة أبنة الإسلام هذه الهمز هنا تسقط إذن لأنه دخلت كما ذكرنا سابقا همزة الاستفام إذا دخلت على بعض الأسماء تسقط إلا يعني إذا خيف اللبس إذا خيف اللبس إذا وقعت بعد حرف النداء مثل يبنى الأكرمين يبنة الأمين لأنه يا النداء طبعا فيها ألف ساكنة وعندما تأتي أيضا بابن هي نفسها يعني تسقط في درجة الكلام لأنه تقول يبنى ولذلك لا يلتقي ساكنة في العربي هذا هو الأصل وربما سيحدث مقطع محظور في العربية لو قلنا يا إيبنة فيه نوع من الثقل يعني وإن استضعت العربية أن تلفظه طيب ثالثا أو ثانيا تحذف الألف من كلمة اسم في البسمانة الكاملة فقط بسم الله الرحمن الرحيم أما إذا لم تكن كاملة فنكتب الألف بسم العلي القدير أو كما يكتب البعض بسم الله كما تقدم إذا أردت أن تقدم إلى رئيس الجامعة أو إلى العميدة أو إلى عميدة الكلية وتذيل التقديم بسم الله الأصل إذا كتبت كاملة أن نحذف أو نحذف الألف لكن إذا لم تكتب أن نثبت طيب تحذف ألف أل إذا دخل عليها مثلا الألف حق أل لهمزة الوصل لام الجر مثلا للدين مثلا كان أصلا الدين فعندما نأتي بلاف الجر نحذف همزة الوصل أو لام الأبتاء ولا الآخرة أصلا الرجال ثم جئت باللام فحذفنا همزة الوصل وصار يال الرجال أو لام بعد أو اللام بعد يا أتعجم يا للماء يا للسماء يعني هنا حذفنا تحذف الألف من كلمة الرحمن إذا كانت علما مقرونا بأل وتبقى الألف في غيرها مثلا الرحمن الرحيم كان أصلا الرحمن ألف هنا حذفنا إذا كانت مقرونا بأل ومثلا ما زلت رحمانا كريما هنا أثبتناها لأنها ليست مقرونا وكذلك تحذف الألف من الكلمات الآتية الله إله يعني هنا الله هنا ألف محذوف إله بعد اللام ألف لكن وبعضكم يكتب لكن بلا أشبه بلا ألف أولئك هنا ألف مفتوحة وطاها والسماوات هنا بعض الألف ترسم بهذا الشكل وألف وتكتب وهي أسماء معدودة في اللغة العربية طيب حث الميم تحذف من كلمة نعمة إذا أطغمت ميمها في نعمة يعذكم حث النون طبعا تحذف من كلمتي عن ومن إذا دخلت على من مثل عم من ممن أو على ما الاستفهامية أو الزايد لاحظ تقول عم مما أين النون هنا كان أصلاح عن ما يعني حذفنا النون هنا تحذف من إن الشرطية إذا جاء بعدها ما أزايد يمث إما كان أصلاح فإما ترين من البشر إما يبلغن عندك الكبر أو جاء بعدها لأن في مث إلا تثبت تهزم أين هنا إن إذن هنا حذفت إن الشرطية إن الشرطية إذا جاءت بعدها ما أزايد أو بعد إما مثلا أو لا النافية تحذف من أن المصطرية إذا جاء بعدها لا النافية مثل يحب يجب أن لا تتقاعص كان أصلاح أن لا ولا تحذف من أن المخفف والتقل مثل أشهد أن لا إله إلا الله يعني لا يصح أن تحذف تقول أشهد أن لا هنا لا تحذف حذف تحذف تخفيفاً من الكلمات مثل داود وطاوس وإن كان لبعض علماء اللغة قول في هذه وسيطرتها على تصاريف الأفعال وتعلق الإملاء بالصر ولم يرتبط بقواعد المطر حذف الياء تحذف ياء الإسم المنقوس المعرف بأل إذا وقف عليه بإسكان ما قبل الياء في لغة مثل الداع المتعال يعني طبعاً نحذف الياء إذا كان اسم فاعل لكن نكره لكن إذا كان ساكن ولو عرف البعض يجوز أن أو يجوز أن يحذف الياء وكان أصل على الداعي المتعالي طيب الحروف التي تزاد في الكتابة تزاد في وسط الكلمة مثل مئة ثلاثمئة مفردة أو مركبة لاحظ ألف مئة نكتب ألف هنا ثلاثمئة يعني سواء ركبنا المئة أو أفردناها إذن عندنا زيادة أما الجموع فلا تزاد مئات عندما تقول مئات لا يعني نأتي بدون الألف الزائدة تزاد في طرف الكلمة مثلاً بعد وو الجماعة يعني الألف الآن نحن عند زيادة الألف جلسوا درسوا هنا تمام ولذلك سمها بعضهم الألف الفارقة ولا تزاد في الأفعال يدعو يسمو ولذلك بعضهم عندما يكتب ندعو نرجو ويأتي بألف مثل جلسوا ودرسوا أو يدرسوا ويتدارسوا اللي هي يعني تأتي إذا كان الفعل المضارع من الأفعال الخمسة وهو منصوب أو مجزوم وعذفة النون وكتبنا الألف هنا أو بعد وو جمع مذكرة سلم مضاف هنا لا تكتب الألف مدرسوا المدرسة وتزاد آخر بيت الشعر للإطلاق إذا كنت دارأ فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تتردد هنا زادت الألف للإطلاق كما يسمون للنصب ألف التنوين الفتح مثلا يعني مثل ما ذكرنا في الإملاء مثل جزءا أو بدءا أو إلى آخر يعني نأتي بالألف للتنوين يعني تكلم الأديب كلاما بليغا هنا ما كان في أصل بأليغ لكن عند النصب نأتي بالألف أما إذا فهي تكتب بألف التنوين المنصوب إلا في حالة الجواب فتكتب عند ذلك بالنون تقول إذن تفلحا جوابا لمن قال سأشتهد وبعضهم قال متى نرسم إذن بهذا الشكل لها كلام إذا نصبت الفعل المضارع تكتب بنون وإذا لم ترسب الفعل المضارع أو جاء بعدها تكتب بألف طيب متى تزاد الواو تزاد في وسط الكلمة مثلا ألي يعني هنا الواو زائدة أولئك أولئك وفي كلمة ألو وفي كلمة أولات وتزاد في طرف كلمة مثل عمرو مرفوعة أو مجرورة أما منصوبها لا تقول إن عمرا لكن عمرو تزاد الواو في فعلة الرفع والجر ويشترط في زيادة وفي كلمة عمرو أن تكون علما لشخص ألا تكترن بأل العمر ألا تضاف للضمير عمري ألا تسقار طيب زيادة هاء السكت تزاد في فعل العمر مثل وقه يعني هنا هي زائدة لكن كيف نستطيع أن تقول فنأتي بهاء السكت تزاد جوازا في المواضع العاتية هذه سنتركها لكم يعني تطلعون عليها وهذه بعض التمارين مواضع الوصل والفصل يعني مثلا حبة وحبة ذا متى يعني هنا فيه وصل بهذه أو مارك من إذا المنونة مثل عند إذ وقت إذ يوم إذ يعني هنا القاعدة تقول الوصل والفصل عفوا ليست يعني الكتابة الإملاعية الأصل فصل الكلمة معنى الأخرى لأن كل كلمة لها معنى يختلف عن الأخرى وخرج عن ذلك في ذا مع حبة هنا وجب الحبة ذا لا صح أن تقول حبة وبعدها تأتي بذا وكذلك ماركب مع إذ المنونة من الظروف مثل عند إذ وقت إذ يوم إذ فإن لم تنون وجب الفصل مثل فرح المؤمنين حين إذ لكن عندما تقول حين إذ نصلها طيب ماركب مع المئة من الأحد مثل خمس ومئة خمس ومئة هنا نصلها يعني الإسمان المركبان تركيبا مثل بعلباك معد يكرب إلى أحد عشر وأخواته ما اسم الموصول عندما تتصل بالأحرف من عن في سية مثل من ما عن ما في ما سية ما يعني هنا نصل اسم الموصول عندما تتصل بالحرف من عن هنا تكتم موصوله ما الماء الاستفهامية عندما تتصل بعض الحروف الجر وتحذف ألف ومثل ميم ما لا يصبح تقول من وبعدين تكتب ماء إلى تكتب إلى حرف جر وبعدين تقول ماء هنا تصل مع ماء الاستفهامية ماء النكرة نعمة نعمة طيب ماء الزائدة إذا اتصلت بعن أو من تحذف نونه مثل عم مم مم مش الاستفهامية الزائدة يعني الاستفهامية عم تكتب بدون ألف مم وكذلك إذا اتصلت بأي مثل أي ما إذا هنا اتصال الأحرف من باب الفائدة مع المصطري كل ما مثل ما ريث ما هنا طبعا تكتب بالاتصال لا يصبح تقول كل وبعدين تأتي بما من الاستفهامية إذا اتصلت بفي مثل في من لا يصبح تقول في وبعدين تأتي من الاستفهامية إن الشرطية إذا اتصلت بلا أن نافية وتحدفنونها لإطغام مثل ما منعك ألا تسجد يعني هنا لا يصح أن تقول أن لا تسجد إذن أن المصدرية الناصبة إذا اتصلت بلا أن نافية نصلها أن التفسيرية التي لا عمل لها عندما تتصل بلا أنها هي المجزومة التي كتبت إليه أن لا تبضع عني أن لا يعني أن أضغمت فيه أن لا لامت تعليم انتصالها بأن الناصب المدغم بلا أنها فيها مثل لأن لا وصلها لأن لا ومما وصل شذوذا وكان حكمها الفصل مثل وي كأنه يعني كان أصل وي وبعدين كأنه وي لأمه ويل أمه تمام والأصل وي كأنه وويل أمه فنقول وي كأنه وويل أمه ما الكافة عن العمل طبعا معرفة طالا وقال عندما تقول طالما وقال لما وربما وإنما وكأنما يجوز الفصل والوصل طبعا في قواعد مثل في لا إذا اتصلت بكي كي لا فيجوز أن تقول لكي لا بهذا الصورة ويجوز أن تقول لكي تفصل يجوز أن تصل ويجوز أن تفصل وكل إذا وصلت بما كل نحو كل ما حسب ما يلي مثلا وهذه قاعدة يعني إذا كانت ما بمعنى إذا كانت بمعنى كل وقت تقول إذا كانت بمعنى كل وقت وإذا كانت بمعنى كل ما كان منك حسن يعني هنا تكون اسم وصول وهنا أشبه بالمسطرية إذن هنا كل وقت تقول كل ما يعني اتصل هنا نفصل تقول إذا كانت معنى كل ما كان منك حسن يعني الذي هو كان منك حسن طيب فيما إذا اتصلت بحسب مثال اعمل على حسب ما أمرتك اعمل حسب ما ذكر أي على قدره يعني حيانا نكتب حسب ونصلها بما وحيانا نفصلها بما فحسب السياق تقول اعمل على حسب ما أمرتك يعني وكأننا نريد أن نقول على حسب الذي أمرتك لكن هنا تقول اعمل حسب ما ذكر يعني أخرجت وكأنك أخرجت من التعويل السابق وإن جازلك تقول أي على قدره حسب ما ذكر يعني وهنا التقدير يكون دقيق للغاية علامة الترقيم طبعا موجودة عندكم يعني الفاصلة متى تكتب ولكن لأنه ربما الملف بدأ حجمه يكبر فحاول أن أنهي هذه المحاضرة وهذه بعض الأمثلة يجب أن تتدرب عليها أسأل الله العين القدير ينفعني وإياكم إنه والولد ذلك والقادر عليه وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسهل لكم في دروسكم وأن يسهل لكم فهمكم لجميع موادكم وأن يجمعنا وإياكم على خير ومحبة وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومحاضرة الإملاء هذه أحببت أن أعيدها وإن كنا قد شرحناها تفصيلا لما لها من أهمية ولما لها من أهمية في التطبيق القادم وفي أيضا حياتكم المستقبلية وفقكم الله صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين